بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا احنا خلاص تقر عندنا ان يوم الاتنين بنتكلم فيه عن اولادنا وبنتكلم تحت شعار يلا نبني واحنا بنتكلم عن اولادنا اولادنا دلوقتي فيه ظرف حساس ظرف صعب صعب علينا احنا بس لا صار في ضعب على المجتمع كله على البيئة كلها وعشان كده احنا بندقق قوي في تحليل الاثار للظروف اللي عندنا على كل مكونات المجتمع وعشان كده لابد ان نكون عينينا على اولادنا لما دققنا وبصينا بتركيز على اولادنا لقينا ان اولادنا وهم صغيرين بنبقى طول الوقت حريصين على ان احنا نهتم بنوعية اكلهم وشربهم عشان نحافظ ونقيهم ونزود منعتهم ضد اي عدوى ممكن تصيب جسمهم الوقت اللي احنا فيه دوت وقت مليان عدوى بس عدوى من نوع تاني لان مش العدوى بس العدوى الجسمانية والعدوى اللي بتصيم جسد الانسان هي العدوى الوحيدة الضارة اللي ممكن نخاف منها لا فيه انواع تانية من العدوى ممكن تكون اخطر مليوم مرة من عدوة الاكساد والعدوى دي احنا لازم نتقوم منعاتنا تجاهها ونقوم بمناعة اولادنا من مدة ظهر مجموعة من الباحثين بينصحونا اننا ناخد بالنا من تأسيد السوشيال ميديا علينا وعلى اولادنا وعلى حالتنا المزاجية وبدأوا يتكلموا بشكل واضح عن شيء بسموه عدوى التأثر للصحة النفسية سموا العدوى دي ايه عدوى المشاعر ان ايه اللي حاصل تكون انت مثلا بتطلع السوشيال ميديا وفجأة وانت مش مكتئب فجأة تبص تلاقي نفسك اصابق الاكتئاب الناس كتيرة لما بيمرروا الصفحات قدامهم يبص يلاقي نفسه في لحظة من اللحظات من غير وهو كان في قمة السعادة وفرحان بنجاحه بيمرر الصفحات فاذا بيصاب الاكتئاب وده بيخلي الانسان يتشبع بهذه المشاعر والمشاعر دي تفضل تتلاعب به وهي مشاعر الناس تانية مش مشاعره هو واللي فيها بيأثر ايجابي بيكون اقل كتير جدا جدا من التأثيرات السلبية ومنها الكتير مؤلم والكتير منها اللي بيخلي مشاعر القلق والحزن والاحباط يسرق الينا ويعدينا ويأثر على نفسيتنا وحياتنا بشكل كبير جدا 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 احنا لازم ننتبه لده احنا سايبين اولادنا طول النهار على صفحات السوشال ميديا في لحق في وقت خطير زي ده ما تستعجلوش انا مش بقولكم ان احنا نمنع اولادنا لكن انا بقولكم احنا بنتعرض لنوع من انواع الامراض الجديدة اللي احنا مش عارفين اثرها يودينا لغاية فين اللي جاية من عدوة اساسية احنا مش عارفين انها تطلب اي جهاز في حياتنا هلا هتضرب جهاز التفكير عند اولادنا فاولادنا يبقى عندهم حالة من حالات التشتت الزهني والتفكير غير المنطقي وغير المعقول هل هيبقى تفكيرهم كله تفكير افتراضي فالجوال يعني مش هيبقى عندهم تفكير ممكن يكون تفكير واقعي هل معنى كده ان اولادنا ممكن لقدر الله يحصل لهم عدوة قلبية فتفضل قلوبهم لا فيها معاني بتأثر فيها ويفضل قلوب اولادنا عندهم مشاكل في تلقي المشاعر بشكل متزن مشكلة خطر فالعدوى دي احنا مش عارفين هتضرب اي جهاز من اجهزة ذات الانسان الله سبحانه وتعالى علمنا ان الانسان بصير على نفسه وانه دايما لازم يقعد ويركز ويدرس احواله الله سبحانه وتعالى علمنا وقال بل الانسان على نفسه بصير يعني هذا صحيح خبر ولكن اريد به الانشاء يعني كونوا على بصيرة بانفسكم فاحنا وقفين الوقفة دي عشان نكون وعيين لذلك وعينا ووعي اولادنا بالامر ده ده شيء مش من الرفاهية ده امر ضروري جدا ان احنا نبقى منتبهين من الاشياء اللي احنا بنعاني منها لان احنا بنعاني واولادنا كمان من هشاشة النفسية نتيجة السمات السابعة اللي انا اكلمت حضركم قبلها عنها كتير معاكم الكلام عن الفردانية والمزاجية والتشكك والمظلومية والاحباط والحساسية والعشوائية وعشان كده بيزيد تأثير عدوى المشاعر علينا وعلى اولادنا بسبب الخوف مثلا من الفوات اللي هو الفوم ومثلا فالأولاد بقى عندهم حالة من حالات الرعب من ان يفوتهم النتيجة يفوتهم الصداقة يفوتهم حسيس كتير جدا جدا ما بيعشواش وكمان بيكبروا وهو بعضهم لقيت بعضهم عايزين بعضهم انا بقول لحضركم حاجات انا رصيدها لقيت بعضهم بيفكروا في الجواز وعندهم 13 سنة لحسن يفوتهم الجواز لانهم شافوا ناس كتيرا بيتأخروا في الجواز فبيفكروا في الجواز بدري وبيحاولوا يمرسوا ممارسات اكبر من سنهم كتير ليه؟ خوفا من الفوات فوات المشاعر وفوات الفرصة في الجواز فكل شوية ندخل على حساباتنا نشوف الجديد فإيه اللي حاصل؟ نبص منينا بلنا نتشبع اكتر بفوضى المشاعر عندنا فوضى في المشاعر ما بقاش الناس لدي الثمان عندهم استقرار نفسي ولا عندهم رسوخ نفسي ولا عندهم سبات نفسي احنا بقى عندنا انا اسف يعني بسبب هذا الفوضى للمشاعر بقى عندنا حاجة تانية وهي السيولة الاخلاقية بقيت عندنا سيولة اخلاقية لان احنا بينا نعمل التصرفات الحسنة فنبص نلاقي فيد وفوضى من المشاعر بتقول اني الوقت دات مش وقت المشاعر الحسنة مش وقت الاخلاق الحسنة الوقت دات ما بينفعش في القيم الوقت دات وقت فسد في كل شيء فنتعدي بهذه المشاعر باني ما فيش فايدة فإيه اللي يحصل؟ فنبص بقى نلاقي محتويات كتيرة بتنشر فينا الالأ والحزن والإحباط والخزلان والشك فنعتبر ان دي اجزاء اساسية في الحياة ومنشوفش اي حياة تانية يعني الاولاد يبتدوا ما يشوفوش كل اللي بيبذلوا اباؤهم وامهاتهم لان هم مسيطر عليهم عدوى المشاعر انا اقول لكم كتير بتيجي الاولاد من المدارس وساعات ييجوا بعد ما يشاهدوا بعض الاشياء ايه اللي حاصل؟ يحاولوا يمثلوا يعملوا سيميوليشن يعملوا يعملوا محاكاة للحاجات اللي بيسمعوها في المدارس واللي بيسمعوها في السوشيال ميديا على اباؤهم وامهاتهم فالاباؤ ييجوا يشتكوه يقولوا لي احنا مش كده والله وفعلا من معرفة بيهم وامهما مش كده بس اللي حصل حصل عدوى في المشاعر فتأثير عدوى المشاعر بتحصل بقى مشاعر كتيرة جدا جدا من التشكك والخوف مثلا من خيالة الزوج اللي بتصيب كتير من الستات المشتركين في الجروبات النسائية فبالدالي ينتقل ده الى الابناء ويلتقل ده بشكل كبير الى البنات فيفضلوا حسين دايما باني طول الوقت عايحصل لهم تخلي وفي الفترة الحالية اولادنا عندهم شعور بالوجع والصدمة من الفيديوهات اللي بيشوفوها دايما عن الجرائم الصهيونية اللي بتمارس تجاه اخواننا في غزة والمشاعر دي بتتراكم في نفسهم وبتتراكم المشاعر دي مع التقاتهم المشاعر معينة ومشاعر اللي بيتابعوها في السوشيال ميديا وهم بيعبروا عن الوجع والجزع والشعور بالعجز وقلة الحيلة وعدم القدرة على ممارسة الحياة ويقدي ده الى توقفهم عن الحياة بشكل طبيعي ولا بشكل جيد عشان كده من اهم الاصول اللي لازم نعلمها لأولادنا ان اقدار الله سبحانه وتعالى بتنزل بلطف بلطف على كل العبيد احنا بنتعب لما بنعيش قدر مش بتاعنا اللي جنبنا نازل عليه القدر ولكنه نازل مغلف بلطف بغلاف اللطف احنا لما بنعيش قدر مش بتاعنا بيكون من غير هذا اللطف الرباني اللي منزله على هذا الشخص وبالتالي لا تحمل لان الله سبحانه وتعالى علمنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك تلاقي اهلنا في غزة اهلنا في فلسطين بالرغم مما هم فيه إلا انهم مازالوا صامدين بقوم بقوة وقلوبنا معاهم وكل جهودنا معاهم عشان يفضلوا صامدين زي جزور السبتة والرسخة زي جزور الشجر زي جزور شجر الزيتون راكس في الارض وراسخ في الارض عشان كده مهم من رب أولادنا على الفرق ما بين حاجتين ما بين التعاطف وما بين التوجع الموصل للجزع وساعات التوجع الموصل لموت الأحاسيس وموت القدرة على العيش في قلوب أولادنا التعاطف فيه إحساس بالغير مقترن بعمل نافع زي النجدة وتقديم الدعم والمساعدة وتقدير كل ما يحافظ على حياة إخواننا في غزة من إصعافات وكل وعلاج ومستشفيات ميدانية كل ده لكن إن جزع مؤذي بيدر صاحبه بس وما ينفعش اللي حواليه فالأولى من إننا نصير مشاعر الألم والوجع اللي بتعجزنا واللي تفضل تزداد كل ما بنشوف المشاهد دي إن احنا نخلي أولادنا يتعلموا عمل كويس إن هم يرصدوا كل ده وينشروه في العالم عشان العالم كله يعرف الجريمة التي تمارس لابد إن احنا نستثمر الوقت اللي احنا بنعيش ده في إنه يكون عندنا وعي بالقضية ونرشل الوعي الصحيح إننا نتطوع ونتبرع عشان نساعد إخواننا وكتير جدا من المدارس المصرية كليها مبادرات في نشر الوعي بالقضية بين طلابها بشكل بديع وتقديم المساعدات واتفضل المجتمع المدني مع الدولة بيقوموا بدورهم الكبير جدا 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 سواء بقى التحالف الوطني أو غيره بيقوموا بدور كبير جدا 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 في دعم إخواننا عشان يفضلوا متمسكين بالقضية ده حاجة تخلينا نبقى مش هقول فرحانين لكن حسين بدورنا وحسين بوجودنا وحسين باللي منعمله ولذلك المحافظة على اتزاننا النفسي في الأوقات الصعبة دي مهم جدا يا سادة الاتزان مش أنانية ولا مبلاء تعالوا نقف شوية مع المعنى ده الاتزان يا سيدي مش نوع من أنواع برود الدم الاتزان مش نوع من أنواع العروب الاتزان يا سيدي مش نوع من أنواع بيع أي حاجة الاتزان هو اللي بيخليك تكمل المشوار بنعمة الرحمن فالذلك أنت لازم تحافظ على اتزانك وجزء من الاتزان أن أنت لما بتتوجع لما بتتقلم هذا الوجع وهذا الأمل وهذا الألم لابد يتحول إلى أمل في نصرة القضية وكمان الخروج من هذه الحالة الردية اللي أتخنى فيها طمع وناس في حياة ناس وفي أرض ناس لم يفعلوا شيئا إلا أنهم يقولوا ربنا الله لا يفعلون أي شيء نوع من أنواع الإجرام الممنهج الذي يمثل جريمة منظمة تجاع شهب شعب لا يريد من لا يريد إلا العيش العيش بسلام لا يريد إلا العيش مهما كان هو بيعاني هو لا يريد إلا أن يعيش عيشة إنسانية محترمة يحافظ فيها على كرامة الإنسان وحقوق وعشان جدا من الأشياء اللي بتوصل بتوصل الإنسان للجزع إنه يستهلك نفسه في التعبير عن التوجع فيستنفذ طاقته للعمل اللي هو مفروض يأديه هو كان عنده شوية طاقة فالطاقة كلها خرجها في السريخ والوجع وينسى إنه عليه دور في التأييد ودور في الدعم اللي هيخليه قدمه ويخليه يساعد إخوانه المستضعفين وإخوانه المظلومين وإخوانه المتعدة عليهم واتجاه المحتل الغاصب يكل الطاقة خلاص راحت في الوجع في فرق يا أخواننا بين الفطفضة الرشيدة وبين التنفيس العشوائي المستمر الفطفضة بنختار مين اللي بنتكلم معاه عشان يسمعونا ويساعدونا نخرج من دوامة الشعور المظلم إلى النور ودود هو السنة اللي ربنا دايما بيأمرنا بيها أن نخرج من الظلمات إلى النور وهذا الذي من أجل الله سبحانه وتعالى منع العباد بأنهم يخرجهم من الظلمات إلى النور ومنع عليهم كمان بأنه أرسل رسلا يخرجونهم من الظلمات إلى النور لكن عادة الشكاية والتنفيس المستمر عن الأوجاع بيحمل الإنسان ينزلق في حفرة مظلمة مش ممكن يخرج منها وللأسف ساعات الأهل لما بيكونوا كده لما الأهل يكونوا عندهم هذه الحالة بيعدوا أولادهم ويشكلوا نظرة أولادهم بطريقة ونظرة سودوية للحياة أنا بقولي الكلام ده لأن اللاحظة دي لحظة فارقة لازم كلنا نكون مركزين لو إن إحنا مركزناش أماننا في بكرة يضيع أولادنا فلازم إحنا نراعي ونكون وقفين سابتين وعارفين الفرق دقيق ما بين السواد وما بين السبات هناك فرق ما بين السواد والسبات وعشان كده حضرة النبي علمنا قاعدة أساسية هذه القاعدة قاعدة مركزية في حياتنا كلها استعن بالله ولا تعجز اللي بيستعين بالله ويستمر بيشوف دوام ألطاف الله فيطمئن فيستمر وما يصبوش العجز فلا تكن كثيرة توجع وعشان كده أنا دايماً بقول حكمة بحبها جداً أقولها الأخوان بقولهم إيه فلا تكن كثيرة توجع لألامك أو ما فاتك فيفوتك رؤية جمالي ألطاف الله النازلة على قلبك اللي تجدد حياتك فيه ألطاف نازلة من الله عشان تجدد حياتك وحياة إخوانك ضروري إننا نعلم أولادنا التنفيس المستمر على السوشيال ميديا إن التنفيس المستمر على السوشيال ميديا ده مش بيجعلنا أهدى بالعكس ده ممكن يحاول حياتنا إلى جحيم وساعات يتحولنا إلى عاجزين متسولين العواطف فنتسول الشفقة والاهتمام والاسترحام وممكن ده يعرضنا للابتزاز ولذلك اسمعوا أولادكم اتجمعوا اسمعوا بعض من غير أحكام من غير سخرية من غير سخرية ولا لوم ولا انتقاد فلازم إن ناس تحس بإن هم مهتم بيهم وتاني حاجة علموا أولادكم مسؤولية الكلمة في السوشيال ميديا من كان يؤمنوا بالله واليوم الآخر فليقوا الخيرا أو ليصموا ومسؤولية إننا وعيين بتأثيرها علينا وعلى اللي بعدنا وما نتعديش بمشاعر تعجزنا طب نعمل إيه إذا كان الوضع بهذه الحال تعالوا نقول شوية إجراءات هذه الإجراءات عاي يكون لها أثر كبير جدا جدا في وصلنا إلى حالة من حالات الاتزان الإجراء الأول تعالوا نعلم أولادنا لما يكون عندهم مشاعر مؤلمة مش أول حاجة يعملوها ينشروا الكلام داته على السوشيال ميديا أي يا جماعة ما احنا عايزين بقى نقول ونفضح ونعمل ده ولكن نتكلموا مع شخص حكيم يسقوا فيه يسمعهم ويقدر ويقدر الشعور اللي هم فيه ويساعدهم على إنهم يستثمروا هذا الشعور فيخرجوا إلى حالة من حالات الاتزان إجراءات تاني ده مهم أول 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 ننبه أولادنا لده كان زمان ده موجود في كل وقت موجود طول الوقت عندنا حد زي ما يكون كده زي ما فيه طبيب العيلة فيه حاكم العيلة بنروح نكلمه ونقعد معاه احنا محتاجين يبقى عندنا ناس حكماء عشان نحافظ على التزان تاني حاجة كل واحد فينا يدور ولو ما لقاش علائي أماكن كتيرة جدا جدا وناس كتيرة يساعدوه على إنه يتزن تاني حاجة نحدد أوقات معينة للسوشيال ميديا ما نتعدهاش لأن إحنا لاحظنا إن كل ما بيتزيد أوقات البقاء على السوشيال ميديا كل ما بيتزيد إمكانية العدو زي كل ما تقعد في وسط الناس عندهم عدوى احتمال كبير تتعدى منه يبدو الأفضل إننا منزدش في تقديري عن ساعة ونص في اليوم متقسمين من تسعة إلى اتناشر مرة يعني ما فيش حال يسمعه إن أنا عاود ساعة ونص وبعدين عاود نص ساعة لا إحنا منزد خمس دقايق نشوف إلي إحنا عايزينه ونمشي لكن مش معقولة يعني أنا وقعد في الاجتماع مع الناس أنا وبكلم الناس أنا وقعد بذاكر أنا وبيعمل كل حاجة الموبايل معي وأقعد أدور على أخبار جديدة وما فيش أخبار جديدة ولا حاجة لكن إيه اللي يحصل؟ ده يجر ده وده يجر ده لغاية ما أبص إن أنا مع فيديو من الفيديوهات اللي في النص كده ألاقي نفسي تعديت وبعد ما كنت أكمل شغلي خلاص نفسيتي بقت دون وخلاص مش هقدر أكمل تالت حاجة مهم جدا إن احنا نعملها نشجع نفسنا وأولادنا على إننا في الأوقات الصعبة إننا نستمر في برنامج برنامج عملنا اليومي ما نوقفش حاجة بالعكس بيبقى مناسب جدا 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 للحاجات المتعطلة والي وقفة إن احنا نعملها عشان نحس إن حياتنا لها إيمة وإن حياتنا دي هي اللي هترجع الأمور إلى النصابها تالت حاجة أعلموا أولادكم رابع حاجة لازم نعلم أولادنا بشكل واضح وبشكل مهم جدا 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 إن احنا نفضل دايما نفضل دايما بنفاهم نفسنا وبنقول دايما إن ما فيش أي حد بيتهزم وهو مع ربنا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله أنصركم احنا لازم نستمر لازم نستمر ونقول لله سبحانه وتعالى اللهم إنا نعلم أنك قد وعدتنا بأنك تحمي عبادك الصالحين وأنك يا ربنا تكره فساد المفسدين وإجرام المجرمين اللهم إنا نتمسك بأخلاقنا ونتمسك بمددك فاللهم يا ربنا فرجا قريبا ونصرا مؤزنا يا رب العالمين على كل خسيس خان الإنسانية وخان القيمة فنسألك يا مولانا أنتقين شرهم وأن تجعلنا يا ربنا في أمانك وأن تجعلنا في ضمانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بعض الفاصل يا سادة نلتقى بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل باب مفتوح ندخل بيها على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ويحصل لنا مدد وتوفيق إن شاء الله بعون الله وفضلي وناخد أول سؤال اللي لنا النهاردة مع حضرتكم أستاذة فتحية أستاذة فتحية تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم أنا بعد ما بصل للعيشة بصلت السنة بتاعت العيشة بس بخلل شفع وربط بعد ما بدا أصلك يوم الليل بقم حوالي ساعة تلاتة كده أصلك يوم الليل بعد كده أصلك شفع وربط دفع صحيح ده الأفضل لإني كان آخر صلاة الرسول اللي صلى الله عليه وسلم كانت وطرا مسلم فلذلك أنت اللي عملت ده أنت بعد ما صليتي صلاة القيام صليتي الوطر ده الأفضل وده أت اللي عليه سنة رسول الله سلم لأنه قال اللي تكون آخر آخر صلاتك من الليل وطرة فأنت عملت كده فده صحيح تأخير الوطر لأنه يكون آخر صلاة الليل ده أت هو ده الصحيح إن شاء الله طب هو المفضل قبل السجر بقاديها طب التشي نعم مفضل الوطر قبل السجر من الليل يعني إيه اللي حاصل يعني نفترض أن أنت آخر صلاتك من الليل عتصليها الساعة 11 وعتنامي وبعدين تسحى على صلاة الفجر يبقى هو قبل ما تنامي على طول ده الوقت الأفضل لا نفترض أن أنت لا عتنامي ويبقى صلاتك الأخيرة من الليل قبل صلاة الفجر بعد ما تسحى تصلي برضو الوطرة قبل صلاة الفجر خلاص طيب الأستاذة فاطمة من الاهلية السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله بركاته تفضلي شكراً تفضلتك يا شيخ ويتمنى أن أحردك تدعيليك فباح الأحوال والعمل الصالح وتمام السطر والصح ربنا يفتح عليك يوسع عليك ويكرمك ويرزقك رزقاً واسعاً ويجعل الخير في رحلك وينزع عليك من الألطاف ومن الفضل ومن المدد ما يجعلك راضية مرضية في كل حال اللهم أمين عندي سؤالين السؤال الأول بيتعلق بموضوع التربية لو حدثة كنت بتتكلم عنه فيه أوقات مش بيبقى معايا فيها كروس فبقول لولادي أنا مش معايا أنا مش بحب أنا أوعد وأخلف وخاصة أن لما بيكون معايا أنا بأنفق يعني وبأنفق كويس بس يعني حد أخذ عليك كلمة إن أنا مينفعش أقول مش معايا تمام؟ دا السؤال الأوليين طيب أنت بيتقولي إزاي أعمل إيه لما ما يكونش معايا ويطلب مني الأولاد هو فح والغلا أنت بقول مش معايا يبقوا يعني على دراية بالوضع اللي موجود أنا فاهم أنا فاهم أصدك وفاهم نيدك وأنا أقولك تقولي إيه تفضلي السؤال التاني السؤال التاني يعني زوجي كان معايا أمانة وها تختص أيتان ويعني أخذ منها وكان دايما في يعني تعصر مادي وجاء فرصة أن أنا أستغنى عن جمعية مقابلة أنا أسد ده وحصل فعلا وتجاوز تاني لما أحنا يعني مادي إيده تاني على الفلوس مرة أخرى بيقول أن هو بيحب يعني يطلع حاجات أولا هو تعب صحيا دايما يعني أموره المادية كردت حاجات بالديون أنا معارضة في كردي تماما مش بقول مش بقول عيوب لكن بقول أن أنا كمان في عيوب بس أنا أخذ رأي حضرتك طيب أنا أكلم هذلك أنت عايزة تقولي هو يطلع حاجات لله في وقت أصلا إحنا مديونين والبيت بيبقى محتاج داي حاجة هل أنا علي زنب أو على أولادي بسبب أنه بيمديه عن الحاجة دي وطبقا هي مش مبلغ كبير بس كل ما بيجمعه بيمدي إيده عليه تاني كل ما بيجمعه بيمدي إيده عليه تاني الوقت هذا عميلي أنا عدم إحساسة الأمان وحاسة أني في حاجة ما بيني وما بينه قصرت يعني ومش حالفة يعني أفضل وشكرا جدا عفوا أستاذة فاطمة أنا بس أقول لحضر لك حاجة أول حاجة في تربيتك للأولاد الأفضل نستخدم طريقة طريقة الامتداد طريقة طريقة إن إحنا بنجتهد وعشان ربنا سبحانه وتعالى بسع علينا يعني فكرة الإنسان بيبذل جهد وإن شاء الله بيأخذ بالأسباب وربنا يبرك يعني إن إحنا ما نقولش إن إحنا مش معانا لأن ده قد يكون إحنا محتاجين إن إحنا نلتفت إلى نعم ربنا فالأفضل إن إحنا نقوله نقول إن شاء الله ربنا يرزقنا إن شاء الله ده هيجي فيبقى الولد دايماً بتربى على مسألة الأمل على مسألة إن شاء الله ربنا ربنا لما يسر عن جيب اللي أنت عايزه ده وأول ما ربنا سبحانه وتعالى يسره يبقى عنده دايماً أمل ورجاء بس أهم حاجة في هذه الطريقة إن إحنا ما نقولش ولا ننضرب موعد إلا وإحنا هو قريب من لا يحصل ليه؟ عشان بعد كده ما يرتبطش الأمل بالطفل بالوعود الكاذبة فإحنا مش عايزين لا نقول وعود كاذبة ولا في نفس الوقت نحسس الولد بعدم وجود نعمة ربنا فنعمل إيه؟ إن شاء الله هيكون كذا 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 ربنا يرزق واسع وإن شاء الله ربنا يكرمنا وفي أقرب وقت إن شاء الله الكلام ده كله يثير في الولد الكلام الإيجابي نحو التعلق والرجاء في الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية يا حضرك بتسأليني بقى فيها ده فيه اختلاف فنمط الشخصية ما بين حضرك ومين زوجي لو إني زوجك بيستلف عشان يطلع صدقات للناس هنا ممكن يكون ده فيه قدر من عدم الاتزان النفسي لأن الناس كلها بتبقى أصحاب الاتزان حريصة كل الحرص إنها تكفي بيتها أولا مش إنها تطلع الصدقات حتى لو عتستدين وتورط البيت بتاعها أما وإني أنا شايف القصة اللي حديك بتحكيها دلوقتي فيها شوية من الحالات إرادة كلت الزيت والانتقاد المقاد الكثير لأن حضرتك طول الوقت بتقولي بعد ما هو عمل الكلام ده اللي أنا لغاية دلوقتي مش عارف هو فعلا ما دي إيديه على فلوس الأيتام ولا لا لأن ممكن يكون تقديرك إنه هو أخد الفلوس وهو ما يكونش أخد الفلوس ولا حاجة ده أعطاها لفقراء آخرين ممكن أنت تشوف إن التصرف ده يطلعه من فلوسه بس سواء التصرف ده مسموح لي إنه هو يعمله أنا عايز أقول إيه عايز أقول لحضرتك اللي حصل ده بينمي على إنك أنت ابتديتي بعد ما كنت متجوزة على نمط معين من التدين أو على درجة معين من التدين أنت ابتديت تحسي أنه ليس بدرجة التدين اللي أنت كنت تشعر بيها وعشان كده أنت ابتديت تقولي إذا كان هو بهذا الحال أستمره معه أو لا أستمر القول الفصل إن أنت تستمر ما تروحيش أبدا لخطوة الطلاق إلا بعد استشارة خبير أنا شايف إن أنت قدامك ثلاث إجراءات لازم تعمليهم الإجراء الأول إن أنت تجلسي معاه وتكلميه على إنك أنت مش محتاجين أبدا إن أنت توفر لنا حاجة من فلوس لأننا استحقها لكن ما تقولولوش إن أنت بتتعامل مع أمال اليتيم ودوة اللي جلب علينا المرض وده اللي جلب علينا كذا أو هو ده اللي خلاني قلت مع حضرتك إن إحنا عندنا سنة انتقاد وجلد للذات سنة ده نقف عنده شوية ثلاثة عشان ده ممكن يعكر وهو التصيد عن تصيد الأخطاء وخاصة أن الأخطاء ذات البعد الدين يبقى أول حاجة عودي معاه تاني حاجة ببساطة حاولي تسمع منه بشكل واضح إيه هو بيعمل كده ليه حاجة تالتة لو إنك انت شفتي إن الحوار وصل إلى طريق لأن تستطيع إن أنت تحلوا ده تعالونا على مركز الإرشاد الزواجي في درير الإفتامة المصرية نتكلم لأن ده من المواطن اللي دايما بنصح فيها إن هي تحتاج إلى خبير وهو اختلاف النظرة لشريك الحياة لأن ده بيبقى فاصل ما بيننا أنا جوزت على أمل إن يحد يعني على طاعة الله دلوقتي لأ وبيعرض بيتنا كمان لمنع البركة فده بيبقى محتاج إعادة تاني إعادة اندماج بينكم عشان تبقى الحياة إن شاء الله مليئة بالمواد ده والرحمة والستاذ رمضان يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكا دكتور فضل ونعم الحمد لله أنا أخليك والله كنت أعجزت على حضرتك كده على ذكرة المال أنا كنت فلات كومسيون طبي على المعاش طيب وخدت وخدت فلوس نهاية الخدمة وخدت فلوس نهاية الخدمة وربطت وعملتها في شهاتين وعملتها في شهاتين عملتها مش كلها بقى في مبلغ نص مبلغ بره لسه طيب أنا سيشايله في البنك عالي طيب فأنا عايز أعدي عليهم سنة دلوقتي أنا عايز أعرف أطلق عليهم وبلغوا النصاب يعني بلغوا ما يساوي 85 جرام ده مزابط كده أنا فأنا حضرتك واضح أن أنت يعني فيه فلوس تانية تنفق منها ولا الفلوس دي بتاخدها عشان تصرف على البيت سواء الفلوس معاش بأخد معاش غير دي حضرتك ان شاء الله من الباق هادي يعني يعني أنت دلوقتي عندك معاش بتصرف منه غير الفلوس اللي أنت حضرتها رابطها في الشهادة دي بالزبط والفلوس اللي أنت بتاخدها في المعاش بكافية انفقاتك الحمد لله مكافية فيه مشروع صغير كده يلا ربنا يباريك وعندي بنت وعندي بنت هتتجود يا رب ربنا يكريمها يا رب ويفتح عليها وإن شاء الله يجعلها في صعادة أجهزها ولا طلع ولا أعمل إيه ما أعرفش أنت هتجهزها وتطلع إن شاء الله ربنا هيوسع عليك إن شاء الله إحنا هنطلع عشرة هنطلع على هذا المال بدلا ما بننفق ما بننفقش منه هنتعامل مع ده زي بالزبط المالي المحتوط في البنك يعني هتعامل مع الشهادة دي زي ما المال التاني لإن إحنا عندنا فلوس أخرى فهنطلع منها اتنين ونصف المية على المبلغ كل خلاص على الشهادتين على الشهادتين آه والبق ما فيه غير شهادتين فلوس متشالة تانية في البنك كل الفلوس كل الرسيد دي هتحسب الرسيد كله وتطلع عليه اتنين ونصف في المية يا حج رمضان اتنين ونصف هنا اتنين ونصف هنا بالزبط بالزبط يعني هو كده بلغ حضرتك النصار بس بالزبط كده ربنا يجعله في ميزال حسناتك ووسع عليك حج رمضان نعم أستاذة رانيا تتفضل أستاذة رانيا من الجيزة تتفضل أيها السلام عليكم اتفضل يا أستاذة أنا عندي مشكلة صغيرة وعايزة رعي حضرتك فيها إن شاء الله أنا أنا رديت بزوجي بظروفه وكان على قلبي زي الحسن هو كان مجاوز ومسلق وعنده طفل والطفل ده كان بعيدا عننا رديت أني أنا أتجاوز بها بعضش قديم والحدة دلوقتي بفتخل بحاجة زي كده لأني أنا رديت بحاجة زي كده طيب دلوقتي بتظل من حماتي بالكلام إن أنا رديت بحاجة زي كده برضو علشان وسكتها والحمد لله علشان جوزي كويس جدا فما بتكلمي أنا دلوقتي مأزية من حماتي جدا نفسيا وجسديا خيام أيها مريضة نفسية يعني معلش أنت بتقولي معلش عشان أعرف حجم الأزة اللي أنت فيها مريضة نفسية من أي نوع يعني عندها إيه؟ عندها وسواس كهرية بتواج في الحميل مثلا من الساعة 2 هي عايشة معكم في نفس البيت؟ آه هي من شرط الجواز إنها تيهي تواجد معي هنا شوية ومع طلفي شوية آه يعني هي تواجد مع الولدين شوية بحيث أن أجواز زوجات مراتنا آه إحنا نمشلها طيب سنناها كم سنة حاجة وسبعين حاجة وسبعين طيب فهي عندها وسواس كهري في النظافة آه في الميا يعني أهم حاجة عندها الميا بتواجد أديه في الحمام ساعة ولا اتنين؟ لأ مثلا من الساعة 2 لحد الساعة 9 من اللير في الحمام؟ آه طيب إيه فين سؤال بقى حضرتك؟ آه أنا دلوقتي تهت تلفزيا أنا ضغطي بقعي في الحمل وفقط والحمد لله يعني ده كله كده أضغطي عند ربنا بس هي سببت لي أذع نفسي أنا بقيت حتى مجرد أن أنا أتخيل أن أنا قاعدة كده معيها بقيت تهدني أسفين ليه بقى وليلي قوليلي يا دلوقتي واضح الناس الناس اللي عندهم وسواس قهر في النظافة في الغالب وقتهم كله بيبقى مرتكز على نفسهم ممكن آه تبقى عندها مشكلة معاك لو لمست حاجة بتاعتها أو قربت منها أو عملت شلت حاجة من مكانها أو أنك انت حطتي حاجة ما هي شايفها ومش نظيفة آه ده ممكن تبقى مشكلتك معاه هل هي دي مشكلتك ولا في مشكلة تانية آه يعني الله يسمحها هي مش عادلة مبيني الإخوات طيب آه وده مؤثر يعني مؤثر على عيشتك مش عادلة مبيني الإخوات يعني قدت للأخ فلوس أكتب من أخو التاني بصت أنا دايما بقول أنا من جيش بعوة بس أنا ليه أني تعدل مبيني الإخوات حاجة حاجة الواحد يشوفها لا أنت ليه ليك إن هي تعدل مبيني الإخوات أنت معلش أنا أسف علشان اللهم وقع علينا أستاذة رانيا أستاذة رانيا بعضيزنا حضرتك يعني هي بتعدل مبيني الإخوات في فلوسها ولا في فلوسكو لا في فلوسها هي طيب خلاص أنت عايزة أن أجاوب على السؤال ده مش كده بس أنا لا عايزة هتجاوب أنا دلوقتي يبقى علي وزر لو رفضت إنها هتيجي هنا هجاوب حضرتك يا فانت لو يلفع أكلم حضرتك بره الهوى يعني بعد الهوى إن شاء الله بص يا أستاذ راني أول حاجة بس إحنا سمعنا القصة الطويلة خارس أنا بنصح زوج حضرتك مش أنت أنت ملكيش دعوة دلوقتي أنا بنصح زوج حضرتك إن من بر الوالدين إن والدته لازم تاخد الدواء تاني لو هو بيبر والدته جزء من بره ل والدته إنه لازم يخليها تاخد الدواء لأن من الساعة 2 للساعة 9 سبع ساعات لو إن هي بتاخد سبع ساعات في الحمام السبع ساعات دولة كافلين إن هم يعرضوها لمخاطر لا آخرة لها فهو لو بر بيها لازم يخليها تروح للدكتور وتاخد دواء ده لازم أدي رقم واحد رقم اتنين ببساطة خلص المسواس القاهري ده الناس مش متصورة ممكن يوصل الإنسان إلى إيه هي أكيد عندها شوء وجروح من كسرة المية اللي هي بتنزلها وكسرة الأدوات اللي بتستخدمها في النظافة فده مرار وحاجة حاجة يعني حاجة مؤذية جدا أمر تاني مش هتكلم كمان كمان فيه جمان استهلاكنا المية استهلاكنا المية اللي هي في الحقيقة حرام إن احنا نسرف فيها لكن الأهم كمان إن احنا بنسيب حد يقتل نفسه بالبطيء فده حرام فأنت لو بتحافظ عليها وبتبرها لازم تعالج لها لوسواس القاهري ده بإنها تروح لطبيب وتاخد الدواء لازم تضغط بقى لإن ده وتإنقاذ للإنسان ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا الحاجة التانية المهمة بقى أنت من حقك إن انت تعيشي في سكن مستقل ما فيهوش حد تاني معك ده حقك لكن مش من حقك إن انت تبصي لمال حماتك مال حماتك ده ملكها تتصرف فيها كيفما شاءت وليس من حقك إن انت تقولي أنت اللي انت عايزها إنها تعدل ما بين الإخوات ده ملها تتصرف فيه زي ما عايزت يبقى أنت من حقك إن انت تعيشي في سكن مستقل لكن في نفس الوقت ليس من حقك أن تتدخلي في كيف تنفق حماتك مالها لأنها هذا مالها ويكملة الأهلية تتصرف فيه كيفما تشاء بل أنا أنصحك إن تخلي جوزك ما يبصش وما يقارنش ما بين اللي هي بتتعامل بيه معاه أو بتتعامل مع أخوه لأن ده نوع من أنواع تصرف الإنسان في ماله اللي هو لا يحق للإنسان إن هو يتكلم فيه إذا كان هو مش محجور عليه يا سادة مرت حلقتنا بسرعة أنت القعدة معاكم على قلبي زي العسل وبتمر بسرعة وبيخلص الكلام لكن يفضل الوصال بنا ويفضل مجالسنا منورة بأنوار مولانا سبحانه وتعالى وتذكروا إن إحنا النهاردة تكلمنا على إن إحنا نخلي بالنا من المشاعر السلبية اللي بتعدي أولادنا وبتعدينا وبتأذينا وندخل في حسن ربنا سبحانه وتعالى ونستمر في بنامجنا اليومي ما نغيرش حاجة في حياتنا بل نغير دايما حياتنا للأحسن لإن مدد ربنا لا ينقطع عنا استمروا واكتهدوا وكمان تعلقوا برحمة ربنا وعيشوا في أمل بأن الله سبحانه وتعالى راية لك عبده لأنه صاحب الفضل الأجل يا رب العالمين اجعلنا دائما بك متمسكين ثابتين على الحق وفرجك القريب ونسلك المبين قريب كطلعة الصبح يا رب العالمين اللهم أكرمنا واجعلنا من أهل السبات واجعلنا من أهل الرحمة والخير والجمال يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرم